ومباراة في غاية الأهمية إن شاء الله يوم الخميس القادم لكن من هنا بقى للخميس والبعد الخميس محتاجين إن إحنا نتناقش شوية أو نتكلم شوية لإن زي ما كنت بقول قبل الفاصل مهمة قيلة لسوارش مع الأهلي الجماهير منتظرة كتير قوي وتعويضات وزي ما يتقال ونروح الفانيلا الحامرة إنها تعود مرة تانية والجماهير عايزة تنبسط وعايزة تفرح وعايزة تبقى بخورة بناديها لإن ده اللي إحنا نعرفه يعني فينا وادي تانية برضو تعرف حاجة تانية إحنا ما نعرفش غير ده فالجماهير حقها على النادي إن هو يفرحها على الصعيد التاني الفريق حقه على الجماهير إن هو يسنده فهي معادلة واحدة ولكن برضو خلينا في الشق القادم مفروض على الفريق ومفروض من سوارش إيه اللي يحصل علشان أقدر أقول إن أنا بعود بس مش بعود بمباراة يعني وقت فيوتشر قلنا إن إحنا رجعنا كان فيه كامباك للأهلي رائع بس كانت مباراة إزاي أعود مرة تانية واستمر هي دي النقطة خلينا برضو منتفقين اللي إحنا ما ينفعش نحكم على الراجل في الفترة دي أو من خلال مباراتين ده سواء بالإيجاب أو السلب ده صعب جدا لأن الراجل جي خد الفرقة مش في قمة الهارم زي بنقول يعني أو في مستوها الفني والبدن يمكن مصماني كان محظوظ في الفترة بتاعته أخرى بتاعته مع تلاحم فيلر بعد رحيل فيلر وهو جي كان الأمور كانت أفضل من كده بكتير فهو جي اشتغل من منطقة كويسة جدا فكمل بشغله فوضحت الأمور بدري أو الأمور كانت في شكل أفضل من كده على العكس دلوقتي سوارش جاي في أمور صعبة جدا جاي والفريق محبط الفريق نتائجه في الدورة مش بشكل جيد حتى الأداء الفني والأداء البدني مش جيد فالراجل جاي في وقت صعب جدا فعنده شغل كتير بيحاول وهو كمان تصريحاته بتقول كده هو أنا عندي شغل كتير عجبني تصريح وما عجبنيش تصريح والناس قالت يعني فيه تصريح مبارح قال إن أنا مثلا يعني ما استحقش المكسب لأن أنا مش ده الأداء اللي أنا كنت متوقعه بعد مبارد فيوتش هو كان يعني مديوم تعليمات وهو كان يمني النفس يعني اللي هو يشتغل زي مبارد فيوتش لكن فيه تصريح مبارح برضو كان على لسانه اللي هو أنا ما بوعدش للجماهير أو بوفقا للتحليلات النقطة الدورية راحت أعتقد كان فيه تحريف في التصريح ده يعني أنا أشك تشك أنه صدر منه أشك أنه هو يصرح التصريح ده لأن مش دي الروح اللي في النادي الأهلي أو مش دي الروح عندي مدير فن كبير جاي للنادي الأهلي هو عارف هو جاي على إيه عارف هو جاي بزمرا مين فأعتقد تصريح يعني أنا مواصف منه في الميل هو ما يكونش تصريح منه هو فالراجل عنده شغل كبير جدا مرحلة الاستشفاء الفترة اللي جاية عنده أربع أو خمس أيام لحد يوم الخميس الاستشفاء مهم جدا 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 لعابة النادي الأهلي التحضير الزهني والتحضير الفني والبدني للقاء لازم يبدأ من النهاردة هو يشتغل النهاردة اللعيبة عندها راحة لكن هو لازم يشتغل كويس من النهاردة ويحضر لازم يتفرج على مباراة لنادي الزمالك بشكل كبير جدا لازم يشوف الطريقة المناسبة للقاء نادي الزمالك لازم يشوف آخر مباراة لنادي الأهلي مع نادي الزمالك لازم ندعم الجمل الهجومية بتاعتنا لازم نشغلها نخلي بالك هو عنده برضو مشكلة النواحي الهجومية عنده فيها عجز شوية البدائل يعني إصابة بيرستاو إصابة حسين الشحات إصابة طاهر الدكة بمعنى أصح عندنا فيها مشكلة الدكة عندنا فيها مشكلة وده خير دليل مبارا يعني لو يرجعنا بسرعة كنا للقاء الأمس دكة بيرامدز فرقت بشكل كبير جدا عند دكة نادي الأهلي التغييرات الهجومية كان لها مدلول كبير جدا في فرقة بيرامدز عكس نادي الأهلي فدي برضو من المشاكل اللي بتقابل الراجل الفترة اللي جاية لكن ممكن يكون في الإخلال الأسبوع ممكن بيرستاو يرجع فبيرستاو عودته ممكن يكون وراء ربحة معاه في اللقاء اللي جاي لكن الأوراية الهجومية أو الربحة الهجومية عنده قليلة جدا ممكن يبص على زياد طارق يدي له فرص أكبر أو وقت أكبر ده كله يعني من الصعبات اللي بتقابل الراجل للفترة دي فالراجل في وقت صعب أو في ظروف صعبة جدا محتاج التكاتف محتاج الدعم الكبير جدا من الناس في ظهره محتاج دعم لعيبته كمان يعني اللعيبة لازم ما تخزلش الراجل لازم أنا كالعيب كرة لازم أقف في ظهر الراجل لازم أقف معاه في أدائي من خلال أدائي في الملعب الراجل بيحاول يحفظهم جمل بيحاول يحفظهم لازم فيك ابتكارات كمان